اكد المهندس احمد عبدالعزيز الخياط وكيل الوزارة لشؤون الاشغال بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اكد حرص الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية تلبية لاحتياجات المواطنين ومواكبة للتوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وفي هذا الاطار صرح وكيل الوزارة لشؤون الاشغال بان مجلس المناقصات والمزايدات قام خلال شهر ابريل الماضي بترسية اربع مناقصات بكلفة اجمالية بلغت نحو ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرين الف دينار مضيفا انه تم طرح اثنتي عشرة مناقصة بلغت قيمتها التقديرية اكثر من اربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة واربعين دينارا وذوقت تنوعت تلك المناقصات لمشاريع القطاعات الثلاثة الطرق والصرف الصحي والمباني